خلاص كل منتخبات العالم بدأت أو مش كل منتخبات العالم كل المنتخبات المشاركة في بطولة العالم بدأت تتوافد على قطر مكان كأس العالم 2022 بطولة ننتظرها بشغف شديد جدا صحيح كثير من النجوم غائبين بسبب الإصابات ولكن أيضا هناك الكثير والكثير من نجوم كرة القدم في العالم هتواجدوا في هذه البطولة منتخبات كبيرة العالم كله ينتظر ماذا ستقدم فرنسا بتشكيلة وقائمة مليئة مليئة بالنجوم ماذا ستقدم البرازيل بقائمة مليئة بالنجوم هل ساوس جد يقدر يعمل إنجاز وتفوز معها إنجلترا بكاس العالم هل ألمانيا هتفضل كالعادة مرشح فوق العادة للفوز بطولة كاس العالم مهما كانت حالتها هل البرتغال بتشكيلة أيضا رائعة جدا ممكن تعملها بقائمة كريستيا ورنالدو ولا النحية التانية لأرجنتين بقائمة ليونيل ميسي هتخلي ليونيل ميسي يرفع الكاس لأول مرة في حياته منتخبات عديدة وكبيرة ومهمة تشارك في هذه البطولة النحية التانية المنتخبات الأفريقية ننتظر غانا ننتظر السنغال ننتظر الكاميرون ونحب نشوف تونس والمغرب في أفضل حال مع منتخبات عربية زي المنتخب السعودي والمنتخب القطري نحب نحب نشوف أداء مشرف للقوة الأفريقية والعربية في هذه البطولة في أمال وطموحات كبيرة على المنتخب السنغالي تحديدا ناس كتيرة بتقول إن المنتخب السنغالي ممكن يروح لبعيد في كأس العالم ده هل مع غياب ساد يومانيه المحتمل تقدر تعمل ده السنغال؟ أه تقدر لشان السنغال عندها أيضا نجوم رائعة وكبيرة يبقى طبعا ساد يومانيه هو النجم الأول بس عندهم لعيبة مميزة تونس بتشكيلة معظمها محلية المغرب بتشكيلة فيها كثير من المحترفين واللعابين اللي بيلعبوا في أندية أو كثير منهم يلعبوا في أندية صف أول في أوروبا زي حكيمي مثلا ومزراوي هل مثلا مثلا ممكن نشوف المنتخب الغاني بعناصر جديدة غير العناصر اللي موجودة أو اللي كانت موجودة في التصفيات يقدر يعمل حاجة منتخبات العربية منتخب السعودي أنا متوسم فيه خير جدا وهقولك حاجة وخلينا أو خلي الأيام بينا أتصور وأتوقع أن دي هتبقى أفضل كاس عالم يلعبوا المنتخب السعودي في تاريخه هتقول لي دي أحلام هقولك التصور منتخب السعودي الوقت عنده عناصر مهمة جدا عنده لعيبة مهمة جدا وعنده مدرب بقاله فترة مع المنتخب هو هيرفي دينار مدرب كبير جدا هيرفي دينار واحد من المدربين اللي هم يعرفوا يلعبوا في المستويات الكبيرة دي فتصور المنتخب السعودي ممكن يعمل حاجة مع المنتخب المغربي والمنتخب التونسي وأيضا المنتخب المصدف المنتخب القطر إن شاء الله تبقى بطولة للعالم مشرفة جدا عربيا وشكلها حلو أفريقيا كمان بالنسبة للمنتخبات الأفريقية في هذه البطولة لوحب مستني أسبوع سبع تيام وأفضل أقول كل شوية مش يعني مش إيه مش بقلب المواجع بس كل ما هي كاس العالم وإنت مش فيه بتحس إنه الحتة الكبيرة نقصة نقصة بس إحنا هنلعب هنا برضو إحنا هنمشيها محلي برضو في النص كده هيبقى فيه دوري وهيبقى فيه كاس وهيبقى فيه كاس رابطة في كاس العالم يعني في حد النهاردة كنت بتناقش معاه هل إن إحنا نلعب مبارياتنا المحلية في وقت كاس العالم دي حاجة حلوة ولا حاجة مش حلوة فبصراحة يعني اقتنعت برأيه إنه فيه ناس كتيرة برضو ستيل يعني بتحب الكورا المحلية تحب فرقنا الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصر يحب يشوفوا الأهلي والبراميز والزمالك وفيه وتشاره يحبوا يشوفوا المباريات دي فيه طول الوقت يعني فحلو إحنا هناخد مادة دسمة جدا جدا في كاس العالم إن شاء الله إن شاء الله اشتركوا في القناة